في الواقع في منطقة القطاع الغربي في منطقة الظهيرة تفيد المعلومات المؤكدة عن حصول اشتباك واطلاق للرصاص وأيضا قصف مدفع إسرائيلي طال هذه المنطقة الواقعة جنب مدينة صور جنوب لبنان ليس في هذا القطاع بالضبط ولكن في منطقة القطاع الغربي نحن هنا موجودون في القطاع الشرقي الإشكال الذي حصل أو الاشتباك الذي حصل حصل في منطقة الظهيرة الحدودية وكان للقاطنين في منطقة مدينة صور أن يسمعوا حدة هذه الاشتباكات حدثت إلى أحد سكان هذه المنطقة وأبلغني أن حدة الاشتباكات وأصوات الاشتباكات وصلت إلى مدينة صور وكان هو يلم بمغادرة المدينة إلى منطقة أخرى آمنة هذا هو التطور الأول الذي حصل اليوم في جنوب لبنان حيث تسود حال الترقب وحيث تؤكد الأوساط المطلعة الحزبية والعسكرية أن هناك حالا مرتفعة من الاستنفار في هذه المنطقة وهذا هو الحادث الأول رغم أن معلومات أخرى أشارت إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان ولكن لم تكن هذه المعلومة صحيحة والمعلومة الصحيحة هو هذا الاشتباك الذي لا يزال مستمرا حتى الساعة كانت هناك معلومات عن وقوع قتلين نتيجة هذا الاشتباك ولكن لم نستطع التأكد من هذه المعلومة أوصت مطلعة على موقف حزب الله قالت أنه أيضا من يشارك في الاشتباك إذا ما كان حزب الله أو منظمة فلسطينية لم يؤكد لنا هذا الأمر ولكن كان هناك استبعاد أول لأن يكون حزب الله هو الذي يقوم بهذا الاشتباك في أي حال سنتابع معكم كل هذه المعلومات الأولية لنتأكد منها أكثر والمؤكد كما ذكرت أن هناك بالفعل اشتباك وقصف مدفعي على منطقة الضهيرة في جنوب لبنان ماذا عن الموقف الرسمي والتصريحات الرسمية في لبنان حول ما يجري كلودي يعني بعد أكثر من خمسين ساعة على طوفان الأقصى اليوم صدر موقف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو عاد وأكد أن الحكومة اللبنانية محتمة بشكل أولي بالمحافظة على الاستقرار في جنوب لبنان وبالمحافظة على موجبات القرار 17-01 هذا القرار الذي أذكر تم التوصل إليه إثرى حرب تموز 2006 وشدد على وقف الأعمال العدوانية والعسكرية في هذه المناطق الجنوبية الحدودية هذا الأمر أعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال التشديد عليه ولكنه طالب أيضا إسرائيل بالكف عن غطرستها وبأن تعمد إلى الانفتاح على حل عادل يقوم على أساس المبادرة العربية للسلام هذه المبادرة التي أقرت من قمة عربية انعقدت في بيروت في التسعينات والتي تدعو إلى إقامة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية والعودة إلى حدود 67 شكرا لك كلودي أبي حنة كنت معنا من العديسة بجنوب لبنان للتعليق على خبر تبادل إطلاق النيران على الحدود الجنوبية للبنان وتواصل الاشتباكات في منطقة الظهيرة على الحدود الجنوبية شكرا لك